السلام عليكم. كلنا لما نحب نعرف تقارير بتاعتنا اللي غالبا تكون معمولة في الأصل على الإكسل مثلا بناخد منها كوبي ونحطها على الباور بوينت الباور بوينت وسيلة كويسة جدا لعرض الديتا ممكن نحط عليها صور ممكن نحط عليها كلام نكتب عليها كلام ممكن نحط عليها جرافات أو جداول وبعد كان نعرضها على الناس اللي نريدهم الشغل بتاعنا دلوقتي نقول نريد أن نشتغل على الباور بي اي فلو أنا عندي أريد شغل معمول كتير على الباور بوينت وعايز أبدأ أضيف عليه حاجات من الباور بي اي هل ده ممكن ولا الموضوع هيكون صعب أحب أقولك أنه ممكن جدا لأن الباور بي اي والباور بوينت بيشتغلوا مع بعض بشكل ممتاز جدا أولا ممكن تاخد أميجز أو تاخد صور من الباور بي اي وتحطها على الباور بوينت وكمان ممكن تاخد لايف ديتا تعمل إمباد للايف ديتا أو تحط تقارير حية ممكن تستخدم سلايسز والفيلترز بتاعتها من داخل الباور بوينت وده اللي هنشوفه النهاردة في الفيديو ويلا بينا بسرعة على اللابتوب ونشوف هنعمل كده إزاي أنا دلوقتي واقف على الباور بي اي سيرفزز أو الباور بي اي أونلاين وده الريبورت اللي عملنا له بابلش في الفيديو اللي فات الفيديو اللي فات قبل ده على طول وهمتكلم على الباور بي اي اتكلمنا على إزاي ممكن نعمل البابلش وإزاي ممكن نؤبديت الديتا وممكن أسيب لك اللينك بتاع الفيديو ده عشان تشوف إزاي عملنا بب الباور بي اي سيرفزز كمان لو عا prev ازاي عملنا الريبورت ده من الأول خالص على الباور بي اي ديزكتوب ممكن ترجع تشوف الفيديو الأول هما لوديت يسسلل فيها أربع فيديوهات وده الخامس فممكن ترجع على أول فيديو خالص هيوريك ازاي انشأنا الريبورت ده على ال Power BI لكن حاليا انا واقف على الريبورت من داخل ال Power BI Services بص معايا تحت هنا هتلاقي البيجز عندي بيج واحدة اسمها Main Report لكن الامانة مش دي البيج الوحيدة انا عامل بيج تانية والبيج تانية دي معمولها Hide عشان كمش بين هنا لو حبيت اشوفها من ال Ribbon اللي موجود فوق ده ممكن ادوس على Edit فحيحطني في Edit Mode وهلاقي فعلا عندي تابة تانية او بيج تانية اسمها Backup ودي انا اعملها شوية ارقام مجرد جداول فعندي المين ريبورت ده انا بفرج الناس عليه وعندي ال Backup اللي حاج شايفه موجود هنا طيب لو حبيت ارجع تاني على Reading View هطلع تاني فوق على المينيو طبعا اكون متغيرة شوية لان انا داخل Edit View دلوقتي فحقوله ارجعني على Reading View وهختار المين ريبورت زي ما انا كنت واقف وحتلاقي انا مختار هنا سنة 2019 طبعا الريبورت وهو على Power BI Services مازال Dynamic ممكن اعمل اي تغيير انا عايزه فممكن مثلا بدل تسعتاشر اختار سنة 2018 الريبورت هيتغير معايا ممكن مكان ما انا باسس بس على ال Categories هنا اريز اعمل Drill Down Bikes فممكن اختار هنا السهم الاسوداد دايرة السودا دي واعمل One Click فهيعمل لي Break Down Bikes ادي الكارجو بايكس طبعا كل الفيجولز تتغير معايا واكلمنا عن الموضوع ده ازاي بيحصل بالتفاصيل قبل كده طيب دلوقتي انا عجبني الشكل ده 2018 وباصس بس على البايكس و ادي ال Break Down بتاعها و ادي كل الفيجول تتكلم عليها فخليني اقول ان انا عايز اخد الشكل ده واروح به على ال Power Point اعمل كده ازاي لو روحت على Ribbon اللي فوق مرة تانية هتلاقي حاجة اسمها Export لو فتحتها هتلاقي في option اسمه Power Point لو اخترته في حاجة اسمها Embed and Image يعني Embed and Image يعني لو سمحت خد الصورة اللي موجودة قدامك دي ودي هالي على ال Power Point بشكل مباشر كمان فيه Embed Live Data هنشوفها بعد شوية لكن خليني ابدأ ب Embed and Image واول ما حدوس عليها هيفتح لي البوكس بتاع ال Export وهيسألني بعض الاسئلة السؤال الاول بيقولي انت عايز Current View خد بالك انا عملت Filter وعملت Drill Down فانت عايز Current View الشكل اللي انت عملته دلوقتي ولا عايز Default View ال Default View ده لما بفتح ال Report الاول مرة بيطلع لي شكل معين هو ده Default View لكن في حالة بتاعتي لا انا عايز Current View فهاختار Current View كمان بيسألني عايز تExclude ال Hidden Report Tabs ولا عايز كل ال Tabs لا بصراحة انا عايز كمان ال Hidden Report يعني عايز ااخد ال Main Page دي او ال Main Report وكمان ال Backup اللي كنت عامله فعمل Uncheck هنا وسؤال الثالث Only Export Current Page طبعا انا عايز كل ال Reportات يعني لو عملت كده هياخد بس او ال Page نوقف عليها لكن انا عايز كل ال Pages تكون موجودة عندي على ال Power Point فحابدة اقول له Export اول ما هعمل كده هتلاقي هنا متدي لك Message بتقول لك Export to Power Point in Progress بدأ يجهز الفايل اللي هيوديه على ال Power Point كده هو خلص وهتلاقي قال لي انت عندك فايل اسمه My First Power BI Report موجود فين طبعا موجود في Downloads لو رأت الفولدر بتاع Downloads تعال نفتحه مع بعض ايدي فولدر Downloads هتلاقي عندك الفايل اهو My First Power BI Report موجود هنا ممكن على طول افتحه Double Click هيبدأ يفتح لي ال Power Point وزي ما حراك شايف كده قدامنا ادي ثلاثة سلايد اول واحدة فيها cover والتانية فيها صورة بتاعة ال Report والتالتة زي ما حراك شايف كده بالزبط فيها ال Backup اللي أنا كنت أعمله طبعا ممكن أقوله Enable Edit وابدأ أبص واشوف بالتفاصيل طبعا هنا أول حاجة عندي اسم ال Report وتحتية على طول فيه لينك لو بصيت على اللينك ده هتلاقي بيقولك View in Power BI لو دست على اللينك ده حيوديني تاني على Power BI Services واقدر أتفرج عليه Online عندك بعد كده فيه image كاملة هي بص ممكن أحركها وممكن أعمل لها Resize ممكن أختارها وصغرها مثلا شوية أحطها في الجنب وأبدأ أكتب حاجات هنا أو أعمل أي حاجة أنا عايزها في ال MHD لكن مش من ضمن اللي أقدر أعمله إن أنا أغير فيها أو إن أنا أعمل Filtration ولو تاخد بالك ADI 2018 وADI الشكل اللي إحنا عملناه هو فعلا قدر يجيب Current View وكمان ADI Hidden Page قدرنا كمان نجيبها لو أنا عايز أخلي معايا ال Backups موجودة على PowerPoint الطريقة التالية اللي ممكن أعملها عشان أشير الريبورت بتاعي على ال Powerpoint أو أفرج الناس على الريبورت بتاعي من خلال ال Powerpoint إن أنا أعمل Embed Live Data موجودة برضو زي ما شفنا قبل كده في Export وحتى إحنا أسمعها Powerpoint لكن عشان أقدر أعمل خطوة Embed Live Data دي جوه ال Powerpoint محتاج أكون مشغل Add-in معين يعني ال Powerpoint نفسه محتاج أكون عندي Add-in مخصوص لهذه القس وعشان أعمل كده خلينا نروح تاني على ال Powerpoint ومن ال Powerpoint سأذهب إلى Home Ribbon على مين خالص فيها يسميها Add-ins لو اخترت Add-ins هو الوحد وإداني حاجة اسمها Popular Add-ins منهم Microsoft Power BI Add-in كمان لو لم يرغبت عندك في ال Popular ممكن تروح Get Add-in سيفتح لك هذا الويندو وسوف تجد store ممكن تعمل عليها Search تكتب Power BI وبعد ذلك نضع الزرار Search هي تانية واحدة ليس أول واحدة لمباشر أو كمان ممكن لو انت ما عملتش كل الكلام ده وأنا مش هعمله للأمانة وارجعت تاني على Power BI Services واخترت على طول Embed Life Data وهيبدأ يفتح لك الويندو بتاعة Embed Life Data in Powerpoint وبرضو فيه Option ممكن تختاره يأما انك تاخد ال Report بال Default Values الموجودة هنا أو ان انت ممكن تشيل دي وهيرجعه لك على الشكل Default خليل مرة نشيل العامة الصحة دي عشان يرجعنا تاني على Default وعندك 2 Option لعملات الشاري إما ممكن تعمل Copy وطبعا ال Copy ده لو انت عندك Report في Slides تانية وعايز بس تزود في صفحة واحدة منه الصفحة اللي احنا واخدانها دلوقتي مش عايز تعمل Report جديد أو تعمل فايل جديد لPowerPoint وجوها الصفحة دي فممكن في حال يستخدم عامة Copy وحنشوف ازاي أو ممكن تقول له Open in PowerPoint وخلين المرة دي يقول له Open in PowerPoint طبعا اول رسالة هتلاقيها انه من داخل البروزر نفسه هيقول ان البروزر عايز يفتح الPowerPoint فهتقول له مفيش مشكلة Open الPowerPoint هيفتح ملف جديد في PowerPoint وآدي الملف جديد لكن خد بالك هو مدي لك رسالة بيقول ان انت محتاج تأكسب وتcontinue ليه لانك ما عندكش الAdd In لكن لو قلت له Accept وContinue الAdd In دي هتنزل بشكل تلقائي وبعد كده حتى لو روحت هنا على Add In وفتحتها هتلاقي موجودة عندك Microsoft Power BI لكن الجزء اللي تحت ده ما هو إلا Live Data جاية من Power BI Services خد بالك انا قلت له Default لو عملت هنا سلايد شو جاب لي 2019 طب ازاي بتقول Live Data ممكن تدوس على Slicer هتبدأ تغير في Slicer عادي جدا ممكن تعمل Drill Down تعال ندوس على دايرة السوداء ونعمل Drill Down ل Bikes مفيش مشكلة اعمل Drill Down ممكن اعمل فلتر بس على Business مفيش مشكلة شغالة ممكن اختار Region واحدة وليكن Cairo الReport شغال معك حتى وانت في سلايد View طبعا شيء هايل جدا ممكن جوه نفس تفرج الناس على تواريخ كتير سنين قديمة وعلى تفاصيل كتير قوي ما تقدر تعمل ها بس جوه Powerpoint طبعا نعمل Escape ونحاول نشوف بعض الأوبشنز الموجودة فوق الشمال هتلاقي Filter Pain مفيش مشكلة لو انت هنا فيه فلاتر ممكن تعمل Filter تغير انت في Filter مفيش مشاكل كمان عندك هنا بعض الحاجات اللي ممكن تختارها يعني مثلا ممكن تعمل Get Support تروح على Help ممكن كمان تقول Show a Saved image يعني لو قلت الوقت Show a Saved image هيحولها بالكامل الى image وحتبط تقدر تتفاعل معها فممكن لو انت عايز مثلا تختار شكل معين وليكن 2017 وتركز مثلا مثلا عملنا مثلا Clothing وبعد كده ايجي هنا وقال Show a Saved image ولو دوست عليها طبعا هيحول الى image لكن انا مش عايز اعمل كده في الوقت ده وهحط جنبه شوية كلام وعايز بس الناس تبقى فاهمة ان ده الجلي من فممكن اعمل حوالي outline ممكن اتحكم شوية في outline ده كمان ممكن اقول له انا عايز ويبقى مثلا لون شبه الاصفر ده وتاخنهولي شوية فكده يبقى ان الناس فاهمة لما اعمل سلايد شو الناس فاهمة ان البوكس الاصفر ده جاي من الpowerpoint فدي برضو حاجة ضريفة كمان في هنا options تانية منها مثلا ان انت ممكن تعمل data insights لو دست على data insights هيبدأ هو يحاول يكتب كلام based على data طبعا باستخدام AI وفعلا هو ادرك شوية كلام طبعا محتاج تراجعه لانه ممكن يكون مش دقيق 100% ممكن تقوله كمان paste on slide فبقى عندك كمان اهو ممكن تاخد الكلام المكتوب هنا تعال مثلا نحط في frame ولا حاجة وكده لو عملت بقى slide show ادي شكل ضريف جدا ادي عندك شوية insights وكمان عندك report نفسه وطبعا حاجة سريعة جدا ان انت ممكن تروح على طول تعمل presentation وكلام كله مكتوب طبعا هيحتاج مراجعة ولكن at least بقى عندك حاجة تبدأ منها options كمان كويسة لو فتحت هنا برضو حتلاقي حاجة اسمها reset وreset ده هيرجعك للview الاصلي اللي معموله save من power bi services فلقلت ريسات دلوقتي هقول له هيرجعك تاني على 2019 و الvisual كمان بتاع الby category ده بدل ما كنت مختار closing رجعني تاني على شكل الcat كبيرة وشال كل الفلتر اللي كنت عملها فبرضو لو انت غيرت كتير وعايز ترجع للشكل الاصلي ممكن تستخدمها والحاجة الاخيرة ودي هتكلم عنها بالتفصيل شوية انك ممكن تعمل refresh وrefresh دي هتجيب لك اخر data موجودة لكن خد بالك مش هتجيب لك اخر data في data set الاصلي هي هتجيب لك اخر data معمول لها update من داخل الpower bi services نفسه قبل من شوف عملية refresh وازاي ممكن update الdayta وانا جوه الpower point تعال نشوف حاجتين كمان سراع قوي في موضوع الshare او انا اخد اللينك اروح على الpower الpower bi services وحاجتين على export اريز اعمل share برضو لنفس ال report بس نشوف طريقة مختلفة اقول لو سمحت انا اريز power point والمرة برضو embed life data وحقول لو سمحت انا اريز اريز البيت 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 يعني نفس الشكل الموجود قدامنا مفيش مشكلة لكن بدلا ما اقول open in power point اقول copy وحيعمل copy لللينك وفي الحالة دي بقى هرجع انا تاني على power point والمرة دي هنعمل page جديدة فممكن right click وقال له انا عايز new slide وطالما انا اعملت add in اللي كنا عملنا مع بعض فاروح على اليمين اقول add in وقال له سمحت microsoft power bi فالواحد على طول هيروح مديني مكان اقدر اعمل paste url فحقف هنا وقال له control v عشان اعمل paste لللينك انا اخذتها من هناك وقال له insert وحيبدأ تاني يعمل retrieve للديتا وحيجيب لي نفس ال report لكن المرة دي بلجأ للطريقة دي لو انا عندي report جاهز وعايز بس ازود عليه حاجة من power bi وطبع انا ممكن تكتب title ويأكل مثلا says report او اي حاجة تكون لها علاقة بالحلقة بتعمله ونفس الكلام ما زال الفايل لو عملت حتى سلايد شو ما زال report ده تقدر تعمل فيه كل اللي حضرت لك عايزه تعال نرجع تاني على power bi services تعال نعمل cancel تعال نشوف افرد انا عايز اخد visual واحد بس يعني انا مش عايز اخد report كله لكن انا عايز visual واحد بس وحطه على power point هل ده ممكن اه ممكن برضو وتعال نختار visual اللي على الشمال ده اللي هو عبارة عن bar chart اللي موجود فيه sales by category وهروح على التلات نقط دول وهلاقي حاجة اسمها share ومن share ممكن اقول link to this visual وهقول copy هيقول اه ممكن تعمل copy مفيش مشكلة فاخدت منه copy وممكن اقفل وبعد كده ارجع تاني على power point من power point خليني اخد اي جنب صغير هنا مثلا ونفس الكلام هروح ال add in وقول لو سمحت انا عايزك تفتح لي window تانية عشان اعمل link من power bi تعال نحطه في اي مكان احنا عايزين وليكن هنا مثلا والمرة دي برضو حعمل url وقل insert وهتلاقي المرة دي جاب لك visual واحد بس وما زال visual ده كمان برضو interactive وتعال وريك ازاي interactive visual في الوقت الحالي باصص على المختلفة بتاعت البايكس لو عملت السهم ده الفوق هيعمل drill up ويجيب لي كل categories ولو عملت drill down عن طريق السهمين دول هتلاقي جاب لك كل categories بالكامل بكل products الموجودة تحت كل category ونفس الكلام لو عملت drill up هيرجعني تاني يبقى اقدرت برضو اجيب live data ولكن على visual محدد مش على report بالكامل وطبعا مش محتاجة اقول لك ان الانتين من مش ضعب بعض يعني لو غيرت slicer هنا مش هيحصل اي حاجة داخل visual التاني او داخل visual انا واخد الوحد في الجزء الاخير من الفيديو بتاعنا تعال نشوف ازاي ممكن نعمل refresh لديت الموجودة عندنا على powerpoint لكن هي في الاخر embed data جاية من power bi فمسلا عندي ال report ده مفيهوش غير ثلاثة سنين بس نفترض ان السنة جديدة جات اللي ساعد 2020 وعايزين نعمل refresh احنا قلنا من هنا هنلاقي في حاجة اسمها refresh get the latest data from power bi ولكن الاول محتاج اعمل update للpower bi الفيديو اللي فات احنا شوفنا ازاي ممكن نعمل personal gateway اللينك بتاع موجود في description احب تبص عليه وشوفنا كمان ازاي ممكن نعمل refresh لكن قبل ما اعمل refresh لالداتا وهي على power point لازم الاول اعمل refresh من هناك من الpower bi services الفايل ده الexcel فايل موجود في الاصلية بتاعتنا تلات سنين سبعت تمنتاشر تمنتاشر تسعت عشر عندي شيد جديدة فيها سنة 2020 right click وحب لو سمحت اعمل copy move or copy وبعد هختار create copy لو سمعت تحطها لي في الفايل الاصلي في الاخر وادوس على ok كده الفايل بقى في 4 سنين هعمل save وممكن على طول اقفله دلوقتي ممكن اروح بقى الpower bi services فهختار ادي ال report التاعي من power bi services انتفقنا عشان اعمل refresh لازم اعمل refresh للdataset فممكن هنا على طول التلات نقطة update للdataset فحاول refresh now وحيبدأ يعمل preparing to refresh وحتلاقي عندك اهو في نقطة هنا عملة تلف في الحتة دي واول ما هيخلص هتلاقي التاريخ والساعة حصل لهم update لوقت بالزبط اللي حصل فيه عملية refresh كده refresh خلص وقادي time stamp اتغير وقادي الساعة اللي حصل فيها عملية refresh كده ممكن ارجع على تعال نجرب نفتح لسا سنة عشرين مش بين لكن انا ممكن برضو اعمل refresh من هنا حيعمل refresh نفسها واول ما هيخلص حلاقي عندي سنة عشرين موجودة ممكن اختار سنة عشرين وحلاقي كل البيت بيحصل لها update فالدنيا تمام من على ال دلوقتي لو روحت على ال ممكن اروح على الزرار اللي تحت ده ولو سمحت اعملي refresh get recent data دلوقتي هوا بيعمل refresh وقادي سنة عشرين ظهرت عندي لو اخترت سنة عشرين الدنيا ماشية معايا بشكل هيل يمكن انا اقدرت ان انا اعمل update للديتا ومن غير ما اضطر اعجيت حتى عملية انا اعمل export او embed data من اول وجديد مجرد بس بعمل refresh report بتاعك بيحصل refresh بشكل هيل اعتقد امكانية هيلة جدا ان انت ممكن تشتغل على power bi او تاخد report ات من power bi وتقط ها جوا power point لان احيان كثيرة زي ما اتفقنا بتكون حاطط شغلك انت عمل فيها مجود كبير على power point فممكن تكملها بتقارير جاية من power bi وكده وصلنا لنهاية الفيديو لو عجبك لا سمحت اعمل لايك واشترك في القناة وسبلي تعليق وحتلاقي كمان لينكات لفيديوهات متطبطة بال power bi وكمان هتلاقي لينك لسلسلة كاملة لغاية الوقت فيها خمس فيديوهات ممكن تتفرج عليها لو انت عايز تتعلم power bi من البداية او تمشي معنا في تقتيب الفيديوهات اللي احنا عملينها عن power bi شكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته